السلام عليكم اتمنى تكونوا بخير مقالنا فترة ما نزلناش وصفات حلويات علاء القناة النهاردة جايبالكم وصفة لذيذة جدا البسبوسة بشكل مختلف وطعم وخطير جرى بيها وبإذن اللي هتعجبك عايز اقولك بعد ما حتجرى بالوصفة دي مش هتعمل البسبوسة العادية تاني وصفة من احلى وصفات البسبوسة اللي ممكن تعمليها وصفة سهلة جدا في التحضيف وكمان عايز اقولكم شكلها جميل جدا زي ما احنا شايفين احلى وصفات البسبوسة اللي ممكن تجرب بيها قبل ما نبدأ ونشوف ما ادين وصفتنا اتمنى في البداية ما تنسوش تدعمونا باللايك وبالاشتراك في القناة وده طبعا من كلال ضغط حدفاتكم على علامة الاشتراك اسفل الفيديو ما تنسوش تفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلوكم كل جديد ولو بتزورونا الاول مرة اعملوا جولة على محتوى القناة اول حاجة زي ما احنا شايفين هنستعمل اربع بضغط الاربع بضغط هنجيب هنا البولة بتاعتنا هنحط فيها مقدار اربع بضغط بعد ما حطينا اربع بضغط هنضيف دلوقتي شوية من الملح على البيض عشان طبعا نعدل الطعام بعد كده حطينا البيض يبقى هنحط شوية من الفانيليا الادفات اللي بعد كده كلها هحطها فوق بعضها زي ما احنا شايفين هنا هبتدي اضيف السكر ومقدار السكر اللي حطه مقدار كوباية ونص من السكر النعم كمان هنا هادف مقدار من السمنة او مقدار من الزبدة المسيحات ה هنا هستخدم مقدار كوباية هادف كمان نص كوباية من الزيت الاضافة اللي بعد كده زبادي اي نوع زبادي موجود عندك انا كان هنا عند زبادي فانيليا هادف منه مقدار كوبايتين من زبادي الفانيليا كل الماديف دلوقتي زي ما احنا شايفين نحط الماديف كلها فوق بعضها ضيفنا دلوقتي كوبايتين من زباد الفانيليا بعد كده بقى حخلة الخليط ده ولكن طبعا في البداية زي ما احنا شايفين دلوقتي حضيف هنا نص معلقة كبيرة من البيكينج بودر ومعلقة كبيرة من النشا حمسك بقى كل المأديف دي كلها حخلاتها مع بعضها دي من أسهل الوصفات اللي ممكن تعمليها وتقدميها بأي مناسبة موجودة عندك عايز أقولكم طعمها تحفة وكمان تغيير غير الحاجات غير الوصفات اللي احنا متعودين عليها مسكت بقى كل المكونات دي كلها دمجتها مع بعضها عشان اتأكد ان السكر ده بكويس مع البيض ومع الخليط كله مع بعضه حخلط كويس وحنعم زي ما احنا شايفين خلطنا الخليط كويس واخدي وقتك طبعا فيه الدمج كويس عشان يتندمج كل المكونات كلها مع بعضها بعد كده جبت كوباية من الدقيق الأبيض وضفتها على الخليط نفس الكوباية اللي بعيف بيها حعيف بيها كل المأديف بتاعتي بعد ما ضفت الكوباية من الدقيق الأبيض حضيف كوبايتين من دقيق السميد بالتدريك طبعا احنا هدفنا نحتاج ثلاث كوباية من دقيق السميد انا حطيت دلوقتي كوبايتين وحقلت وحشوف دلوقتي المؤضب حياخد معايا الكوباية الثالثة ولا لا ضفنا دلوقتي كوباية من الدقيق الأبيض كوبايتين من الدقيق السميد وحقلت الخليط كله دلوقتي زي ما احنا شايفين حقلته كويس بالشكل ده زي ما احنا شايفين هنا دلوقتي الخليط بتاعنا طبعا هضيف هنا دلوقتي آخر كباية من دقيق السميد هضيفها وحقلط الخليط كويس زي ما هنشوف بعد كده زي ما احنا شايفين ضفنا ثلاث كباية من دقيق السميد وهي حنبتدي نخلط الخليط كويس طبعا دي احنا دلوقتي ضفنا ثلاث كبيات من دقيق السميد وكباية من الدقيق الأبيض هاخد حدمك بقى كل المكونات كلها مع بعضها وخلاص وصفتنا كده بقت جاهزة وهو ده القوامل اللي احنا محتاجينه في وصفتنا أنا خلاص دمجت كل الخليط كله بالشكل ده بعد كده حاخد بقى الخليط بتاعي وهقسمه لتلات أجزاء إحنا طبعا هنا لو أنت حابة تلونيها بأي ألوان الموجودة عندك ممكن تلونيه ولكن أنا هنا حابت هنا حفصلهم لتلات أجزاء زي ما احنا شايفين جزئين في الأطباء وجزء الثالث في البولة بتاعتنا جزء منهم حطت عليه شوية من سوس الشوكولاتة ولو حابة تحطي عليه كاكاو لو ما عندكه سوس الشوكولاتة حطي عليه كاكاو وجزء الثاني حط عليه سوس كرمل وهنا حطت عليه كمان شوية من جزء الهند وحنشوف دلوقتي أول جزء زي ما احنا شايفين سوس شوكولاتة ثاني جزء هحطت عليه معلقة كبيرة من سكر جزء الهند وكمان هنا شوية من سوس الكرمل حاخلط أول جزء زي ما احنا شايفين دلوقتي وهنا حضمت كل المكونات مع بعضها وهكون محضرة صنية الفرن وطبعا إحنا مولعين الفرن صنية الفرن دهنينها كويس بالزبدة وهنا حط فيها او جزء اللي هو بن صوس الكرمل حطه في الوصفة холод فزي ما احنا شايفين حطينا اول جزء في الفورن وبعد كده هنخلط بقى يوه بصوس الشوكولاتة ولكن صوس الشوكولاتة ده اللي بصوس الشوكولاتة هحطه في النهاية زي ما احنا شايفين دلوقتي اول جزء هنا تماسك بالشكل ده هضيف عليه الصوس الجزء السادة اللي ما فوقوهه اي حاجة خالص طبعا احنا الجزء التالت ده ده ما Holiday في نهول ما حطناش ليه اي اضافات هحطه على الجزء الاولاني وحرجعه في الفرن مرة تانية وحنشوف شكله وفيه النهاية هنضيف اخر جزء بعانا اللي هو بالشوكولاتة ادي هنا الجزءين الاولينين خلاص استوه بعد كده هنا زي ما احنا شايفين هضيف تالت جزء اللي هو اللي حطينا عليه شوكولاتة او ممكن زي مؤترك ممكن تحطي عليه كاكاو هسوي كويس في الصينية وحرجعه تاني في الفرن مرة تانية وطبعا لحد ما تستوي تماما وطبعا لازم تتأكدي ان هي يستوي تماما لو بتشوفونا الاول مرة دي بعض وصفاتي اللي منزلها على القناة بإذن اللي هتعجبكم لما تشوفوها وتجربوها زي ما احنا شايفين حنشوف دلوقتي مجموعة مختلفة من حلويات المولد اللي عملناها مع بعض شفنا في البداية حلويات الاشطة من اسهل الحلويات ولا الزاء طبعا في حلويات المولد ودي كمان حلوة اللبن من احلى حلويات المولد جربوها بإذن اللي هتعجبكم حنشوف كمان مجموعة مختلفة من حلويات المولد عملنا مجموعة مختلفة عملنا السمسمية وعملنا السودانية وعملنا اللذيدة وعملنا الدومية وصفات جميلة جدا للمولد النبوي أتمنى طبعا تشوفوهم على القناة الوصفات نجحة وبإذن الله هتطلع مظبوطة معاك زي ما احنا شايفين كمان احنا عملنا على القناة وصفات دايت ليه دايت ويه الكيتو دايت لحلويات المولد بإذن اللي أحتاجبكم كمان هنا نزلنا مجموعة مختلفة من الجاتوهات الجاتو بتاعنا ده عاملينه في الخلاط العادي بإذن الله اللي محتاج أي طريقة من الوصفات دي حيلاقيها بإذن الله في علاء القناة كمان هنا زي ما احنا شايفين ده كيك سهل وسريع واقتصادي جدا بدون مضرب وشكله جميل وجديد جربوه بإذن الله هتعكبكم مجموعة مختلفة من الوصفات نزلناها على القناة وطبعا ده دي جزء منها من الوصفات اللي نزلناها مع بعض وشاركناها مع بعض على القناة أنا حبيت تنازل للجزء ده اللي بيشوفنا الأول مرة ياخد فكرة بسيطة عن المحتوى اللي منقدمه زي ما احنا شايفين ده سويسرول عاملينه في الخلاط العادي وزي ما احنا شايفين طبعا لما تشوفوه وتجربوه بإذن الله هش وخفيف واقتصادي وشكله جميل جدا بالحقيق الطريقة اللي عملناها بها مع بعض ودي طبعا وصفة السويسرول لما قطعناها وده طبعا السويسرول قبل ما قطعه وصفات مختلفة اتمنى تشوفوهم على القناة هنشوف دلوقتي بقى وصفتنا هنعمل فيها ايه ادي زي ما احنا شايفين الوصفة بتاعتنا خلاص كده جاهزة خلاص كده خلاص هنا استوت كل الأجزاء بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي بعد كده حطها بقى وحسقيها بشربات والشربات بتاعك يكون شربات وهو شربات البسبوسة هنسقيها بالشربات والشربات بتاعنا زي ما قلنا انه هو شربات خفيف اللي هو شربات البسبوسة بعد ما هنسقيها بشربات البسبوسة زي ما احنا شايفين دلوقتي هنا النهاية ده اي حاجة طبعا الموجودة عندك اي تازين تحبت زيني انا هنا جبت انا هنا جبت كمية من كريمة الخفر السيلة وضفت عليها كمكعبين كوبار من الشوكولاتة وهنا سيحتهم على النور وبعد كده زي ما احنا شايفين ضفناهم على الخليط طبعا هنا الخليط بتاعنا اللي فوق سايح لسه ولكن طبعا اول ما هتحطيها في التلاجة هتبصت لقيه تماسك في النهاية طبعا زي ما قولنا التازين ده على حسب اللي انت حباه ممكن طبعا هنا في النهاية انت حطيت شوية من نصوص الكيبرمل على الوش وهنا هنشوف بقى وصفتنا في النهاية شكلها ايه ممكن اي تازين ممكن المتاح عندك حطيه وطبعا هنا لو انت حابة مش حابة تزينيها باية تازين في النهاية ممكن تسيبيها كده دسقيها بشربات وتقديميها يا مكعبات زي ما هنشوف دلوقتي زي ما احنا شايفين دلوقتي هنا زيناها بسوس الطوفي بالشكل ده بالشكل الجميل ده طبعا التزيين ده على حسب المتاحة عندك ولا حسب الموجود. لو مش حبة هنا تحطي كريمة الخفك سهيلة بالشكل ده ممكن تخفيقيها وتحط طبقة من كريمة الخفك على الوش وتزينيها زي ما انت عايز. انا هنا حطيت شوية من اه بين السوس الكريمول وفي النهاية زي ما احنا شايفين حطيت شوية من سوس الشوكولاتة على الوش وابتديت هنا اعمل خطوط فيها بالشكل ده. هنا طبعا التزيين ده طبعا احنا بعد كده هاخدها بعد كده وحطها في التلاجة وحسبتها حوالي ساعتين لحد الطبقة الاخيرة ما تتماسك معنا زي ما حنشوف شكلها في النهائي. وقدي وصفتنا زي ما احنا شايفين دلوقتي خلاص خلصت وطلعناها من التلاجة بعد ساعتين. هنقطع بقى ونشوف قدي ايه الوصفة جميلة جدا ومتمسكة وجميلة جدا والطبقات بين فيها. زي ما احنا شايفين قدي طبقاتنا وقدي وصفتنا عايز اقول لكم طعمها لزيز وخطيرة جدا. ضباط الشربات اللي هتحطيها عليها وحتطلع مراملة وجميلة معاك. زي ما احنا شايفين شكل مختلف للبس بوسة وبإذن الله لما اجرب بيها هيعجبك جدا جدا. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم. واتمنى ما تنسوش تدعمونا باللايك واشتراك في القناة. واللي بيزوف قناتي الاول مرة هيعمل جولة سريعة على محتوى القناة. واستنونا بإذن الله في وصفات جديدة على القناة والسلام عليكم.